ما نوعية القصص والمواضيع التي تطرحها أفلام الأنمي؟ بعض الناس التي تطرحها الأنمي بها أن تكون مقابلية لتفعلها الأنمي وذلك تتعلمونها بها لتقاربية لتعرفة الأنمي كم تتعرفة الأنمي على الأنمي أو الأنمي وكما أيضاً من التقارب الأنمي كما أنت منتقل لتحديد النجاور أو المعارض هناك أيضاً أشياء الأنمي برأيك هل تساعد أفلام الأنمي في توسيع مساحة التعبير أو تقلصها كونها محصورة في الرسوم المتحركة تحديداً؟ كما أنتبخة أنمي تدخل على كل مختلفة من أكتباتنا ولكن أيضاً على أكتباتنا كما أنشارتنا، وكما أنقصة التعبير وكما أنشارات المباشرة لكي يستطيع أن الكامل على هذه الأنميات، يتم تساعد في التساعد من التزاعد من الإسلامية والحساس المتحدثة كيف يستطيع الكاتب اختيار مواضيع وكتابة نصوص لأفلام من هذا النوع ليست مخصصة لفئة عمرية معينة كيف يراوح بين التلميح والتصريح مهم جداً هو الدراما في أنيمي المشكلة بين شخصين التي تشعر في كل جياباني ويوجد ليس فقط في تيدي ويوجد فيه ويوجد فيه ويوجد فيه يوجد فيه ويوجد فيه للمنزل هناك مفهومات بشكل مفهومات ممتعات التالي ومثل من المدين الربع لتصوص لتاريخ الفترات الدراجية وممتع الناس ومثل من المدينة بليس محدودة ستفقًا في التصوص عن التأمين وما تتحدث عن نجاح أو المتدين أصبع فيه ويوجد فيه توجد هذه الكثير من المتابعة والمتابعة ولذلك والمتابعة في مختلفة الناراتي الوقت المتابعة من الناراتي وفي بعض الوقت الموقع في الوقت المستقبل يبدو كل مادة مرتفعة مثل كمتابعة والأسفل يبدو بعض الناراتي اشتركوا في القناة